بس أنا كنت ساكن على أساس أنتوا بتبع الأصنام دني مش بتعبودوها أم لا ديك وصل والهانم طبعا مستنيا فوق خلاص حلوتك حتوصلك مكانك ما شاء الله انت بتجسس علي؟ ايه؟ حشا لله يا شيخ حافظ حشا لله ليه سوق الظلم دي؟ يعني إنا بعض الظلم يس بعضه يا خوية بعضه إنما البعض الآخر حلال عايز ايه؟ 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 ارجع الجامع ارجع الجامع اللي اوقاف خدته بنت عمك يا شيخ حافظ بنت عمك خطفت مني الجامع ايوة واني تهنت انتهنت واتردت وقدامي هناك وما حدش ردع تباري قلت يا روح لي جلال بك برضو ما عمل ليش حاجة قلت اروح لي حامد برضو ما عمل ليش حاجة ما عادش فاضل بقى غير قدامي بقى غيرك انت بقى يا كبير انت اكبرنا يا شيخ حافظ والبركة فيك والبركة راحت فين يا أخي من عبدالبار اه؟ ما نبيعته؟ طبعاً من تدوره هتبيع اي حد بقولك ايه؟ اني مليش في جو تكفير الناس بتاعكم ده ولا جو السلاح والجو اللي انتو بتعملوه اه؟ اني عايز مصلحتي وخلاص اه؟ اه حلو الكلام حلو الكلام خلاص نخلي البساط احمدي ايوة ما ليه؟ خلي البساط احمدي ويعني اتخدن ريحك اقررت عدية ياسين وبريك لكل مكان وهو ينوبنا بقى من الحظ جانب اه؟ كده يا انا طلب الحكابات وصالحه بس يا شيخ بس اسكت 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 وهو نبرك انت وامثالك اللي مبهدل اه اسكت ساكت وخليك مكانك جول 13 بالهنة والسفة الله دي هانت هانت قوي يا بيت يا مانولي ده دول كده بقى على اللي جوه يجو مليون جنيه مالك من جعصة قوي انت بتقولي مليون جنيه ده الحالة مصاري في البيت انما العاكمة التقيلة لسا جاه ورا اه لسا بقى نوع عبي دولار وورو وسترليني وريال ودنار ده انا هفتح صرافة من ورش الباس ان انا هسميها صرافة امو الخير صرافة امو الخير بتحبها قوي كده هتسميها على اسمها؟ حب دهجوع اصل اللي بطن بتقرسه من قلة الاكل لو لقى لقمة العفن ما عاشش عليها هيكلها بعفنة تفتكري بقى وايكل اللقمة دي شهوة ولا حوجة ولا يكونش قلة حيلة اقولك انا وما كله دول فبعض هو ده اللي خلى العائل اللي كان شجال مرمطونة عند الناس مالوش قيمة يبيع نفسه فسوقش البقى سنان عشان يبقى محجوب ابو حريز اللي فارق كتافه على تل شبورة تمن من كبيرها لصغيرة محجوب اللي تقل جيبه خلى كلمته سيف على رقاب الناس فهمت اي فهمت طب الناس الغلابة اللي بتاخد منهم الفلوس دول ما بيجوش في بالك ما بيشغلوش ضميرك يكشي يولاعوا كلهم بجاز ولا يشغلوا بالي ولا تفتير دي عالم طماعة ايو الله شغلان في دي اللي تكسبك مئة في المئة من الفلوس اللي بقى لو كانت قسار ولا مخدرات ولا اي شغل شمال وبعدين يا بيتي الفلوس دي متعاصى بمخدرات انا بطهرها طيب خلاص ايه ده ولو عد زفاين ودت عندهم حلو ملت أنا ما كنتش حابب أنك تعرفي بالطريقة دي والحقيقة يعني ما كنتش حابب أنك تعرفي خالص ليه يا أمين عملت لك تدرمني في ظهري ليه قصرت معك في إيه أنت عارفة يا صوير أنت عارفة أبوس إيدك بلاش نفتح في مواضيع ممكن تجرى حك بعدين أنا أقول الحكاية أنك أنت عايزة أشيل عنك همي أشيل عنك عبق حاجة أنت مش قادرة تسد عليها وعارف كويس قوي لكنت ملكيش أي زم ولا ليك أي يد فيه جواست دي يا صوير أمان واستقرار بالنسبالك لاي فراغة عين ولا تفاصل والنبي كتر خيرك يا أمين طب ما كنت يا أخوي هتجيبها ترب العين هتشيل تعب عدني شوي أخسارة يا أمين بقى بعد العشرة الضويلة دي كلها وصبري عليك وصوني لك والبيتك وأهلك اللي شايلة هم فقراس تعمل فيي كده وولادي هنو عليك تلاتة بالله العظيم ما عندي في الدنيا دي كلها أغلى منك كنتوا التلاتة أيوك ولا عمر حقصر في حاجة معاكم اللي في حقق كل فرقابتي ولا حتى في وقت معاكم بعدين الستة دي مش طلبة أي حاجة خالص غير الساتلة في الدنيا مش عايزة عيال دي حتى ما خلفتش من المرحوم جوزها مواللغي ستة وحدنية وفي حالها من الآخر كده جواست دي هتخصونا أنا بس لا يا أمين جواستك من ستة تانية هتخصنا أنا كمان أنا لا وحدنية ولا مكسورة ولا غلبانة أنا وحدة لي أهل وبكرة ولدي يكبره ويبقوهم مظهري وسلدي ولا مش عايزة منك حال لنت ولا غيرك تقصو دي يا صغير هي كلمة وحدة أنا ستة كاملة لي حقوق وعندي كرام يا أنا والعيال وبس يا الثانية اختار والحد ما تختار ملكش مطرح في بيتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 那 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة